بسرعة الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل ام صبحة ومسيعة على خير احييكم من قناتي قناة مملكة الفنون اليك والتجميل اليوم رح نعمل فيديو رائع جدا جدا وان شاء الله جميع الخوات انهم ينبسطوا من هذا الفيديو رح نعمل طبعا انطلب من عندي كثير وانا كنت الصراحة بنسى عمله اليوم ان شاء الله رح اشوفون اروع واجمل وانسب طريقة لعمل زيت الكيوي الكيوي معروف وموجود بكل الدول ما رح نحتاج حبايبي اللي حبه وحده من الكيوي وحبه ممكن يا ريت اذا حبتي ومو اجباري ممكن اتنا شفيني تحبه كمان زيال لزيادة قوة الزيت انا سويتها قوي كتير بس انا بحب دايما انو اميز كل زيت عندي باني احط من نوع من الفاكهة الناشفة اسعل لكم طريقة عشان ما بتتخربط عليكم الطريقة طيب يا رد بالما نبدي بالفيديو شوفون حبايبي الفيديو اللي نزلته على مملكة الفنون اليدوية كان فيديو رائع جدا جدا حبايبي هذا الفيديو حبايبي لاخفاء التجاعيد من البشار طريقة كلش سهلة ورائعة وبسيطة ورح تعطيكي اول اسبوع 50% ان شاء الله وثاني اسبوع 50% ورح تفتي فيه عندك نهائيا بس حسب قوة التجاعيد عندك لو استمرتي عليها ومشيتي عن خطوات تبعتي رح تحصلين نتائج 100% ان شاء الله وعملنا كمان طريقة طحن اللبان الذكر طيب الطريقة الصحيحة كمان اللي خوات اللي ما يعرفوها وعملت ماسك رائع جدا جدا لجميع انواع البشرة مع عدل حساسة وكمان لجميع الاعمار لاخفاء التجاعيد وتبيض وزيادة نسبة الكولوجين بالبشرة لجميع الاعمار حتى للصغار يطيق شراقه وبيض وصفاء للبشرة طيب حبايبي اليوم الفيديو توقعتنا رح يكون زيت الكيوي زيت الكيوي حبايبي رائع جدا جدا لتجديد الخلايا بالجلد تبعت الجسم او البشرة يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين حبايبي يا الفيتامين فيتامين ها وفيتامين جي وحبايبي وكتير فيتامينات بيحفز انتاج حبايبي الخلايا اللي بالبشرة ويكثر من نظارتها وبنفس الوقت حبايبي يعتبر هو من اروع الزيوت اللي حبايبي اخفاء التجاعيد من البشرة عند التقدم بالعمر طريقتها سهلة وبسيطة وموجود هو بس اجتموا اللي موجود عدة العبطارين بيكون فيه رائحة العطور حبايبي اللي الرشة بتجي بيها ريحة اما الزيوت اكو تجي ريحة الزيت هو نفسه مو تجيك انا حاطيني كمه نكهة هذا كل الزيت حشاكم يعني والله بالزبالة ما بشيله انا عفوا من هاي الكلمة انا بحب اسوي الزيت بايدي وإلي خاص وانا بستعمله وانا متطمنه ومتأكده من الزيت اللي انا رح اعمله شو رح تسوين حبايبي رح تاخدين حبة كيوي هيك كبيرة وقطعيها قطع هيك صغيرة رح تجيبين حبيبكي ايدلة طبعا انا لاني كنتم سوياتها ورح اقولكم كيب تجيبين حبيبكي ايدلة وبتحطين فيها الكيوي هذا هو الكيوي طلعوا شوفوا شون تغير طلعوا شكله وحقولكم شون تغير هيك شكله وهذا هو الزيت شو رح تسوين حبيبتي رح تاخدين الكيويه كاملة انا حطيت تقريبا واحدة ونص عشان اكون صادقة معاكم اتي ممكن تحطين واحدة ونص وتاخدين اتقطعيها هيك شرايح زي ما انتو شايفين وشو ممكن اصغر كمان ما في مشكلة وضيفين عليها كاسة شاي كبيرة من الزيت الزيتون من زيت الزيتون وشو سويت بهاي الاثناء انا جبت الغطة سكرتها جبت هاي الدلة زي ما انتو شايفين فيها موي وخليتها هيك طبعا ما رح اكون انو حطتها ع الصوبة شو تقولون على نار واطية على التدفية اللي عندي نار واطية لها عندي التدفية قلت لكم انو عالك ما في داعي حطيها انت عشان ما خربطكم حطيها عندك الغاز على نار هادية كل نصف ساعة بس شفتيها انو هذا المي نصف ساعة قام يغلي طلعي وخليه يبرد تماما كرر العملية مرة ثانية بس يبرد تماما رجعي تكرر العملية مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة وممكن السي بي وتكرريها العملية الثاني يوم بعدها سبتة يومين هو شون تقولون حبايبي منقعته الزيت ويا الكيوي مشلته يومين كاملات بعدهاي اليومين وهسا انتو معي شو راح اساوي راح حاول اني حبايبي انزل الزيت طلعوا الصفو انتو وتنزلون الزيت الي انتو طبعا هون حاقولكم بشاوار هون الافوغاتو ماسكم اخد يعني شون تقول شرب قليل من الزيت ما راح اعص عليه حاقولكم ليش ما ليش وقع عندي هيك حاقولكم هيك احنا بس نصفي والمتبقي حاقولكم كيف نعمله بس صفاتي زي ما انتو من الزيت هاذا هاذ راح يكون معاك زيت مركز شو راح نعمل له حبايبي راح نادي ونحطه باي علبة عندك انتو تريدين تخليها زي ما انتو شايفين حبايبي انا هون حطيته طبعا انا عشان ما راح يبين قدام الكاميرا انا راح احتفظ فيه بهالي لقلبة القزاز وحطه عندي بغرفة نومي وعالكوميدين بس تعمله قبل ما انام وممكن يستعمل للجسم بالكامل طيب انا شو راح احطله انا كنت ام سوية حاطة على التكفية الكيوي طلعو ناشفتلي اش كم حبت كيوي هذا هو شوف شون ناشف راح احطه هيك طلعو ورح اسيبه هي وما راح اشيله نهائيا هذا وممكن اشيله بعد شهر اذا حبيت طيب هذا هو شوف شون مركز ورائع وطريق ترهيبه جدا وسهل بسيط يستعمل للبشرة اللي ما بتتحسس من المواد طيب بالنسبة لهذا حبايبي شو راح احسوي له هذا حبايبي راح احسره كثير كويس بس كيف راح استعمله طلعو لان هذا شارو بكثير زيت طلعو بس راح يطلع معه المي تبعت الكيوي راح احسوي له حبايبي احسره كثير كويس طيب واخذ هيك بعصره باي شغلة حتى لو انا حاول عصره قدامكم عشان ورجيكم طلعو حبايبي راح احسره وحطه هيك واسيبه انا ما حابه يطلع معه مي مال الكيوي راح اسيبه هيك وهك على كافي اني انزل الزيت راح اسيبه هيك انزله براحت الزيت اللي راح ينزل الزيت من عنده هاذا حبايبي شو راح اسوي راح احطه بالثلاجة واستعمله هاذي الفترة هاذي الفترة استعمله اللي راح يطلع منه يطلع لي من عنده ربع فنجان اش قد ما يطلع زين استعمله وممكن تعصي كثير كويس وتستعمله ما في اي مشكلة حبيبتي بس انا ما حابه كثير يطلع لي في مي هيك راح اخليه صف كثير كويس وانا احاول بالملعقة اقص عليه الحدمة يعني المتبقي ما راح اضبه حبايبي وممكن استعمله حطه بالثلاجة واستعمله ويا الوصفات او استعمله هيك هذا حبايبي بعد مدة اذا ما عدكم كوي ناشف وما قدرت تناشفين مو مشكلة يستعمل حبايبي مباشرة على البشرة سهل وبسيط وموجود بكل بيت نقطة واحدة من عنده تحطيها على البشرة وتدلكين بي بشرتك طريقته كلش حلوة تحطيه ممكن على الرقبة تحت العين كثير حلوة طريقته وسهل وبسيطة اتمنى حبايبي انكم استفاديتوا من هذا الفيديو انه طريقة عمل زيت الكيوي سهلة ما فيها اي تعقيدات حبايبي اتمنى انكم تعملونا لايك وشير واشتراك ودائما تفعلونا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة